يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به فكلاً أخذنا بذنبه فرعون قدم محبة السلطان وافتخر بهذا قال وهذه الأنهار تجري من تحتي قدم محبة السلطان جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه قارون قدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى عذب بماله وكل من قدم تكملة كلام من القيم وكل من قدم محبة وكل من قدم خوفه من غير الله على خوفه من الله خوفه الله به وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً كان الجزاء من جنس العمل وإذا قدم خوف من الله قال لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر